الحكاية الثانية حكاية قلم كان لخالد قلم رصاص لا يفارقه يكتب ويرسم به غير أن قلم الرصاص لم يكن سعيدا لأنه تعب من كثرة الكتابة وأراد أن يستريح سأبحث عن مكان أغتبئ فيه أريد أن أستريح قليلا اغتنم قلم الرصاص غياب صديقه خالد فدخل مقلمة كانت فوق المكتب وقال أنا الآن في أمان لا أحد سيعرف مكاني عاد خالد إلى مكتبه فبحث عن صديقه قلم الرصاص فلم يجده انتبه إلى المقلمة التي بقيت مفتوحة فرأى بداخلها قلم رصاص أهلا بك يا صديقي كان لي قلم يشبهك لا أعرف أين ضاع مني ولكن الحمد لله أنت ستقوم مقامه وتساعدني على رسم طائرتي غضب القلم غضبا شديدا وغادر المقلمة وهو يردد إيا له من حض لقد ظن خالد بأنني أشبه قلمه الذي ضاع منه أنا هو ذلك القلم أنا هو ذلك القلم أمسك خالدني القلم وأخذ يرسم ويرسم حتى نفدت جميع الأوراق فخرج ليأتي بأوراق أخرى قلم الرصاص هذه فرصة أخرى لأبحث عن مكان آخر أستريح فيه وحين هم بالدخول وسط أحد الكتب صاحت به إحدى الورقات إلى أين أنت داهب يا صديقي ابقى معنا سنساعد صديقنا ليرسم طائرته لقد تعبت لقد تعبت يجب أن لا نترك عملنا سنرتح حين ينتهي العمل خاجل القلم ومال برأسه إلى صدره وقال صدقت أيتها الورقة نحن هنا للعمل حينئذ دخل خالد وفي يده حزمة من الورق حمل قلمه وواصل الرسم وهو يردد يا لك من قلم وفي كنت أعرف بأنك لن تتخلى عني الحكاية الثانية حكاية قلم كان لخالد قلم رصاص لا يفارقه يكتب ويرسم به غير أن قلم الرصاص لم يكن سعيدا لأنه تعب من كثرة الكتابة وأراد أن يستريح سأبحث عن مكان أغتبئ فيه أريد أن أستريح قليلا اغتنم قلم الرصاص غياب صديقه خالد فدخل مقلمة كانت فوق المكتب وقال أنا الآن في أمان لا أحد سيعرف مكاني عاد خالد إلى مكتبه فبحث عن صديقه قلم الرصاص فلم يجده انتبه إلى المقلمة التي بقيت مفتوحة فرأى بداخلها قلم رصاص أهلا بك يا صديقي كان لي قلم يشبهك لا أعرف أين ضاع مني ولكن الحمد لله أنت ستقوم مقامه وتساعدني على رصم طائرتي غضب القلم غضبا شديدا وغادر المقلمة وهو يردد إيا له من حض لقد ظن خالد بأنني أشبه قلمه الذي ضاع منه أنا هو ذلك القلم أنا هو ذلك القلم أمسك خالدني القلم وأخذ يرسم ويرسم حتى نفدت جميع الأوراق فخرج ليأتي بأوراق أخرى قلم الرصاص هذه فرصة أخرى لأبحث عن مكان آخر أستريح فيه وحين هم بالدخول وسط أحد الكتب صاحت به إحدى الورقات إلى أين أنت داهب يا صديقي ابقى معنا سنساعد صديقنا ليرسم طائرته لقد تعبت لقد تعبت يجب أن لا نترك عملنا سنرتح حين ينتهي العمل خجل القلم ومال برأسه إلى صدره وقال صدقت أيتها الورقة نحن هنا للعمل حينئذ دخل خالد وفي يده حزمة من الورق حمل قلمه وواصل الرسم وهو يردد يا لك من قلم وفي كنت أعرف بأنك لن تتخلى عني